اسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا محضراتكم في زمال كاول اسمحوا لي في البداية قبل ما أبدأ حلقتي أنا أتقدم بخالص التعازي والموسى باسمي واسم كل فريق العمل بقناة نادي الزمالك للزميل العزيز محمد أضا في وفاة المغفور له بإذن الله عمه ربنا يرحمه بواسع رحمته خالص تعازينا للواء طارق أضا والد زميلنا محمد أضا وللأسرة وخالص تعازينا ليهم ربنا يرحمه ويهل أهل وزوية الصبر والسلوان وحشتوني طبعا غيبت عن حضراتكم الأسبوع اللي فات لكن اللي عود ده أن جمعين نادي الزمالك عاشت أسبوع عظيم الحمد لله الأسبوع الماضي اللي أنا كنت متواجد فيه مع بعثة الفريق في قطر لخد مباراة الهلال السعودي في كأس لوسيل واللي حقق من خلالها المارض الأبيض ثلاث مكاسب مهمة جدا للأول طبعا كان نادي الزمالك دخل تاريخ وسطر تاريخ بأنه أول فريق بيلعب على هذا الأستاذ اللي هيستضيف نهائي كأس العالم لأول مرة في دولة عربية وفي الشرق الأوسط طبعا في شقيقة قطر والمكسب الزمالك حقق مباراة وأدى مباراة رائعة على المستوى الفني وانتهت بتعادل مع فريق كبير جدا زي فريق الهلال السعودي اللي اعتبر منتخب العالم وكان مكسبه في هذه المباراة مكاسب مالية طبعا مليون دولار واللي أعلن عن المستشار مرتضى منصوره ان هي هيتم التبرع بيها لإحدى دور الأيتام كعادة نادي الزمالك نادي القيام والمباد أما التالت ده ما مناش دعوه به طبعا خلينا فحلنا كلام كتير النهاردة وكواليس كتير جدا عن مباراة السوبر عشان أنا كنت شاهد عيان هناك طبعا وكنت مرسل لحضراتكم وكنت مرسل لقناتنا لإزاقنات نادي الزمالك هنتعرف عليها على مدار الحلقة إن شاء الله بإذن الله النهاردة بإذن الله على مدار الفقرات كلها هيكل لنا كواليس كتير جدا وكواليس حصرية وحاجات أول مرة بتعرفوها عارف طبعا حضراتكم واللي شغلكوا وكلكم واللي شغلني وكلنا متشوقين جدا عشان نعرف قرارات ونعرف تصرحها وطل المستشفى مرتضة منصور إعلان أستاذ أمير مرتضة منصور عن الصفقات عايزين يعلنوا يعلنوا ومش عايزين يعلنوا ما يعلنوش أنا في هذا الصدد هقول كلمتين طبعا أستاذ أمير مرتضة أعلن منذ قالي وهد أقول لحضراتكم حالا القرار الرسمي اللي هو أعلنه لكن اللي أكيد جدا وكلنا عايزين نعرف الصفقات وكلنا وانا اولكم عايز اعرف الصفقات او حد يضحك عليك وقولك ان حد عارف حاجة او حد يبيعلك الوهم او حد تمشي ورا حد على السوشيال ميديا او تمشي ورا حد على موضوع الصفقات ده بالذات لان ده سر من اسرار ادارة الكورة ومجلس الادارة محدش يعرفه هكون امين مع حضراتكم في هذا الامر بما يخص موضوع الصفقات استاذ امير مرتضى منصور انا عن نفسي شخصيا اقول كلمتين والارزاق على الله باستاذ مرتضى منصور ومجلس ادارته وامير مرتضى والبروفريرا يعلن الصفقات دلوقتي يعلن الصفقات بكرة يعلن الصفقات الاسبوع الجاي يعلن وقت ما يعلن انا دوري ان انا لما يبقى في حاجة رسمية اقولها لحضراتكم ولازم كلنا يبقى عندنا الثقافة دي لازم كلنا يبقى عندنا الثقافة دي انا شخصيا مقتنع ان انا ليه عند مرتضى منصور ان هو يجيب لي بطولات والقاب واعتقد ان حضراتكم زي بالزبط في هذا الامر إنه لازم يجيب صفقات ويجيب بطولات ويجيب ألقاب ده اللي إحنا هنحاسب مرتضى منصور عليه وده اللي أنا وحضراتكم وجماهير وسوشيال ميديا وكل حاجة هنحاسب مجلس الإدارة ونحاسب أمير على هذا الأمر مش على إنه جاب ولا ما جابش أعلن ولا ما أعلنش مش هتفرق معي حاجة لكن أنت اطمئن تماما الفايصل عندنا البطولات الفايصل اللي بيننا وبين مجلس الإدارة البطولات عشان كده أنا بقول لحضراتكم من البداية أستاذ أمير مرتضى المشرف رعام على الكرة أعلن رسميا أنه سيتم الإعلان عن صفقات الزمالك التي انتهت للموسم 22-23 زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة عقب عودة بعثة الفريق القراء والأول من الكاميرون ده ليه؟ عشان نحافظ على تركيز الفريق وأمير أكد كمان رسميا في التويتر اللي كتبها واللي نشرها الموقع الرسمي منذ قليل إن النهاردة الخميس اللي حضراتكم كنتم متخوفين منه تم بالفعل على لسان أستاذ أمير مرتضى المشرف رعام على الكرة وهو المسؤول عن الصفقات واللي المستهز مرتضى نفسه هيحزبه على الصفقات أكد النهاردة إن تم قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية والأفريقية بالتنسيق مع المدير الفني وحطيلي 100 شرطة و100 خط تحت بالتنسيق مع المدير الفني لإني نادي الزمالك اللي أنا عايز أقوله لإخواتي والإصحابي والحبيبي جمهين نادي الزمالك والسوشل ميديا نادي الزمالك لا مرتضى منصور ولا فريرا ولا إدارة الكرة ولا أمير مرتضى منصور هيمشي وفقاً لأهوة حد أو هيجيب صفقة جماهيرية لمجرد أنها صفقة جماهيرية مش عايزها فريرا أو هيقعد لعب في الفريق لمجرد أن الناس عايزها تقعد أو هيمشي لعب من الفريق مجرد أن الجمهير عايزها يقعد عايزها يمشي فالأمور بتتم داخل إدارة الكرة مع أمير مرتضى ومستر فريرا وكل الدعم من مجلس الأدارة مستشان مرتضى منصور أن هم يعلنوا في الوقت اللي هم عايزينه فالوقت الرسمي عشان بس من بداية الحلقة نبقى متفقين لنه الجميع وأنا نفس أنا تابعت لحضركم كلكم وكذبينه على اللي هيتم النهاردة ده حاجة ترجع للمستشان مرتضى ترجع لأمير مرتضى يعلنوا وقت ما يعلنوا ويعلنوا في الجهة أو في المكان اللي يعلنوا فيه يعلنوا نوقع رسمي يعلن في قناة النادي على الرحب والساعة يعلن من خلال فيديو مستشان مرتضى أمير يطلع اللي يحصل يحصل إحنا كلنا ثقة في الإدارة كلنا ثقة في أمير مرتضى كلنا ثقة في فريرا عشان إحنا كل همنا في الموضوع ده إن إحنا نفضل دايما في لحمة واحدة وفي إيد واحدة وورا الإدارة واللي هم شايفينه إحنا معهم فيه يعني اللي أمير تلع النهاردة أعلانه رسمي أنا معاه فيه أنا وورا أمير في هذا الأمر اعلن بعد الكاميرون عايز تأجل كمال بعد الكاميرون مدام أنت تطمنت وخلصت وأمورك تمام فنيا أنا حسبك على بطولات أنت كمجلس إدارة مطالب منك أنت تجيب الصفقات تجيب بطولات بقى بالصفقات تجيب بطولات من غير الصفقات زي مع اسموسم اللي فاتح أنت بطل دوري وكاس بدون صفقات وبدون سكواد فكل التحية وكل التأدير لمجلس الإدارة عشان كده أنا بقول لحضراتكم لازم تكونوا نبقى إيد واحدة وكلنا خلف أمير مرتضة كلنا ثقة في مجلس الإدارة كلنا ثقة في مرتضة منصور عشان مرتضة منصور بيعرف يجيب بطولات يفرح بيها جماهير نادي الزمان